مرسل كولر ماذا يفعل مرسل كولر يمكن عمل أرقام ممتازة أوي معنا برضو لو جاهز على السي جي هنلاقي كذا رقم كده المرسل كولر كويس مرسل كولر عنده أرقامه ميزة أو في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي يعني نبص على أرقامه هنلاقي مثلا نرجع كده مطشط الأدوار الإقصائية اللي هي دوري الثمانية نص النهاية النهاية لدوري أبطال أفريقيا ونشوف عمل إيه لما تيجي تقيم مدرب أو تحكم على مدرب شوف جاب لك بطولات إزاي وقيمه في المطشط الكبيرة اللي هي زي الأدوار الإقصائية مش حاولك بقى دور مجموعات مش حاولك دور 32 لا دور 8 نص النهاية نهاية أول حاجة التراجي التونسي اللي هو مرسل كولر لم يخسر مع الأهلي أي مباراة في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أفريقيا التراجي التونسي احنا كسبنا التراجي في النهاية 1-0 اتعادلنا 0-0 في المطشط اللي هو الزهاب مازينب الكنغولي النادي الأهلي كسب 3-0 اتعادل 0-0 في المطشط الثاني سينبا التنزاني النادي الأهلي كسب 2-0 و1-0 الوداد المغربي اتعادل 1-1 والنادي الأهلي كسب 2-1 التراجي التونسي بعد كده اللي هو السنة اللي فاتت النادي الأهلي كسب 1-0 وكسب 3-0 في المطشين الرجاء المغربي اتعادل 0-0 والنادي الأهلي كسب 2-0 لما تبص هتلاقي أن كولر أولا مخسرش ولا مطش في المطشط الكبيرة دي كان ماتش هما واحد اتنين تلات اربعة خمسة ست سبعة تمانية تسعة عشرة اتنشر ماتش اتنشر ماتش مخسرش ولا ماتش فيهم الحاجة التانية مدخلش فيه غرجونين بس في اتناشر ماتش فده بيأكد ان الراجل ده اتعلم كتير او استفاد من ماتش سانداونز الخسارة اللي هي كانت بخمسة من سانداونز بعدها مرسل كولر اتحول لنسخة تانية خالص في الماتشات الكبيرة وده الزكاء بالمناسبة بيأفل بشكل كويس جدا وبيدافع عنده دفاعيا بشكل كويس قوي بدليل الاركام بتقوله انه ما دخلش فيه جونين بس غير جونين بس في اتناشر ماتش في الماتشات الكبيرة سواء داخل مصر او خارج مصر فده حاجة بصراحة تحسب لمرسل كولر تعال نشوف بطولاته برضو النادي الاهلي مع مرسل كولر اخد تمن بطولات وبرونزية في كاس العالم للاندية مرسل كولر جيل النادي الاهلي سنة كام تسعة سبتمبر عشية اتنين وعشري يعني لسه مكملش سنتين اخد اتنين دورة ابطال افريقيا اخد تلاتة سوبر مصري اخد اتنين كاس مصر اخد دوري مصري وبرونزية طبعا البرونزية مش بطولة يعني هم تمانية زائد برونزية بس انجاز بس انجاز طبعا كبير بعد كده النادي الاهلي برضو فيه من ارقام مع كولر الكويسة جدا انه هو اول فريق في تاريخ دورة ابطال افريقيا يحافظ على نظافة شباكه في عشر ماتشات متتالية ودي ما حصلتش قبل كده في دور الابطال عنده 14 كمان مباراة بدون هزيمة اعطا عنده 22 22 مباراة بدون هزيمة وعشر مباراة كلين شي لو بصيت على العشر مباراة شباب بلوزداد الجزائر سفر سفر الماتشين بعد كده ميديامة فوز الاهلي واحد سفر يانجي افريكان فوز الاهلي واحد سفر سنبا كسبنا واحد واثنين سفر مزنبا كنغولي التعادل سفر سفر وفوز الاهلي ثلات سفر الترجي تعادل سفر سفر وفوز الاهلي واحد سفر فالنادي الاهلي بقاله عشر مباراة متتالية ما بيدخلش شباك واهداف مع مارسل كولر ودي من الحاجات اللي تخصب لها برضو معنا صورة الضربة الروكنية لو جاهزة ورا في معنا صورة كده هبين لحدوك برضو واحد من المدربين الممتازين في سيد بيس اللي هي الضربات السبت مارسل كولر يمكن من دراسة فريق الترجي فريق الترجي من الفرق اللي بتلعب على الزون بتلعب زون فده كان في التحضير قبل المطشين فكان نقطة ضعفهم ودي برضو من الحاجات اللي هم يعني ما استفادوش منها ان المفروض كان يكون دفاعيا عندهم مثلا زون مع منطقة صعبة سيد خالي بتفتيكل برضو باحنا جبنا مقش الترجي النجم السحلي تكلمنا على وقفتهم في الكرات العرضية والكرات بس هم بيدفعوا منطقة يعني بص بيدفعوا منطقة بس بص كولر عمله هو فيه ثلاث لعيبة كانوا وقفين الأول جنب بعض اللي هو مين الأولاني محمد عبد المنعم وسام أبو علي رمي ربيعة وقفين عند الدايرة وطبعا لعيبت الترجي واخد المنطقة كولر عمل ايه حط واحد على القريبة اللي هو منعم بيقطع عشان هذا كان مفلاج ده اه حتى لو اترفعت له في مرة هتيجي على القريبة لان منعم طبعا كله عارف ان هو بيجري على القريبة فكله متوقع ان هو مع محمد عبد المنعم بعد كده وسام أبو علي بعد كده ربيعة فهو ده تاكتك برضو شطارة من كولر ان هو حتى السنة اللي فاتت حسنة الماتش الوداد بدربة روكناية من منعم فانت برضو الدربات السابتة دي تحسب للمدير الفني صراحة طبعا أداء أكثر من رائع الحقيقة في من مارسيل كولر منذ ما جيئه حتى الآن باستثناء يمكن لما تيجي تتكلم ماتشين تلاتة الحقيقة يعني هو كريم اللي لم يكن موفق فيه وده طبيعي احنا بالآخر من حاسب المدير الفني بالموسم أو بإجمالي يعني مش عايق احنا صعب جدا 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 ان احنا هو ندلالي كمان بيعمل كده دايما اه يعني طبعا احنا في عصر لوقتي ربما التحليل أداء بقى كل دقيقة صراح ان انت عندك القدرة ان تكتب بوست على السوشال ميديا والناس عندها القدرة ان هي تعقب على